اخبار اليوم سركت بانرز دعائي لعمر دياب على كبرى 6 اكتوبر الرقابة على المصنفات الفنية تجيز عرض حرام الجسد دون حسف ياسمين صبري ليل نهار في جيم حتى في الهند نشرى موقع جريد الدل ميلة البريطانية صورا للمستشفى التي وضعت فيها نجمة التلفزيون الواقع كيم كاردشيان مولودها الثاني حيث قضت كيم ليلة امس في جناح في مستشفى لوس انجلوس ووجعت كيم وزوجها كيني ويست من خلال موقعها الرسمي رسالة الى محبوبها كتبت فيها كيم وكيني ورحبان بالمولودة الصبي الجديد والام والطفل في حالة جيدة بعد خمس ايام عسل فقط عادت النجمة العالمية صفية لتصوير مشاهد فيه مسلسلة تلفزيوني حيث قدت النجمة خمس ايام شهر عسل برفقة زوجها في جزيرة توركس على شاطئ البحر الاحمر بوستر الاعلان الدعائي الكبير ستار عمري ديابل متواجد على الكوبري بانرز اختفى فجأة ولمودة 24 ساعة الخاصة باعلان اغنية القاهرة وبالبحث تبين سرقاته لتقوم شركة الالانات الخاصة بتباعة الدعية فور علمها وبذلك بتجهيز تباعة لبنارس جديد صراحة المنتج جابي خوري بان فيلمها الجديد حرام الجسد حسر على موافقة الرقابة لعرضه بدور العرض السينمائي واكد انه لم يكن هناك اي ملاحظات على الفيلم تحاول الفنانة الشابة ياسمين صبري ان تزل اقصر وقتا ممكنا في الجم فهي تعشق ممارسة الرياضة من اجل الحصول على قوام سالي وممشوق حتى اثناء انشغالها بتصوير اعمالها فياسمين تمارس الرياضة يوميا في احدى صلاة الرياضة في مومباي بالهند وبكده بقول انتهت نشرتنا الفنية كانت معكم وجيدة عبد لطيف اخبار اليوم